خلينا بقى نروح محلاك ويمكن مع موضوع مهم يمكن كنا اتكلمنا عنه اول الحلقة والنهاردة احنا على موعد مع مواجهة رياضية مهمة فريق نادي الاهلي هيواجه فريق الوداد المغربي في مباراة كل التوقعات فيها مفتوحة لكنه الشاهد الرئيسي فيها انها هتكون مباراة الى حد كبير قوية ومسهلة على كلا الفريقين طبعا ايضا لدينا مواجهات مهمة في الغد ايضا زمالك هيكون معرجاء وبعد كده بيرامدز هيواجه ايضا غينيا كوناكري يوم الثلاثاء القادم كلها مواجهات افريقية مهمة وكل تمانياتنا الحقيقة لكل الاندية المصرية والجماهيرها ان شاء الله يكونوا سعداء ويقدموا ايضا مباراة طليق بالكرة المصرية لكن ايضا ما نقدرش ننكر ان في مجموعة من التحديات بتواجه الفرق المصرية والمنافسات لن تكون سهلة هنحاول نقرأ كده المشهد قبل مباراة اليوم وتوقعاتنا كمان للمباراة القادمة وخلوني ارحب بحضراتكم بالناقد الرياضي الاستاذ صبري سراج اللي منورنا هنا في الستوديو واللي هندردش معاه في الموجهات الحاسمة اهلا بحضرتك منواري اهلا بيك حسنا صباح الخير عليك وعلى كل السيدة المشاهدين يعني مباراة الاهل النهاردة والوداد وتاريخ مباريات الاهل والوداد يمكن يقولك تمن مباريات اتنين فوز الاهل اتنين فوز الوداد واربعة تعادل وكل فرقة سجلت في التانية تمن اهداد اه و2017 كانت نهاية ايضا ما بين الاهل والوداد فتوقعات بدباراة مسهلة على كترة هل ده حقيقي ولا شايف انه كلا الخصمين ممكن يكون مرجحة للاخر لا خالص الاربع فرق اللي وصلوا للمرحلة دي كلهم الفروق بينهم طفيفة جدا لو في فرقة متفوقة نسبيا في خط من الخطوط فهي اضعف في الخط التاني فالاربع اللي وصلوا هما اللي استحقوا الوصول هما اقوى اربع فرق في المجموعة الحصوص المتساوية تماما بين الاربع فرق متساوية تماما لو مسكنا الاهلي مثلا وانبورات الولاد النهاردة البعض ينظر بقدر من التخوف شوية احنا عندنا مدرب فني جديد لنادي الاهلي موسيماني وان كان هو الرجل يعني متخصص في افريقيا ولكن برضو لسه الناس مش عارفة الدنيا هتمشي ازاي في اول مواجهة افريقية هل تعتقد ان ده ممكن يكون نقطة قوة هنشوفها من خلال موسيماني النهاردة وهيدفع بقى برؤيته على الساحة الافريقية ولا هنكون برضو هنشوف قدر من خلينا نقول كده لسه عدم انتضاح الصورة او يعني الاستقرار بشكل نهائي على آلية اللعبة هكونا عملي بصوا خلينا نقول ان فيه تلات فرق من الاربعة غيروا المدربين بتواهم في الفترة الاخيرة يمكن اخيرهم كان النادي الاهلي يعني موسيماني تقريبا اسبوعين قبل النهاردة فموسيماني لعب معروف وطريقة لعب افريقيا كلها تعرفها لكن هيقدر ينفذ منها قد ايه مع النادي الاهلي في ظل ضيق الوقت وفي ظل ان فيه غيابات كتير في الفريق فدي حاجة مش مضمونة يعني ان هو يقدر يلعب بنفس اسلوب اللعب اللي كان بيلعب به مع سانداونز هل هي ميزة واللعيب ان هو مدرب جديد قبل البطولة باسبوعين فهي تقدر تشوفها من الزاوية دي وتقدر تشوفها من الزاوية اعتقد الوداد كمان غير اكتر من مرة الوداد الوداد غيروا بس هو المدرب معهم بقالوا يعني من فترة اللي هي بعد الكورونا فلاعب عدد مباريات اكتر يعني لعب حوالي معهم حوالي يعني عشان الرقم مش حاضرني بس يعني ممكن 16 مباراة او 15 مباراة فلاعب عدد مباريات كويس يعني موسيماني طبعا ملحقش يعني موسيماني ملحقش يلعب نفس العدد ده من المباريات لكن برضو هيبقى هم عند الوداد في سنة تحفز او سنة لا الراجل ده هيلعب ازاي ان الراجل ده هيلعب ازاي يعني هل هيلعب بنفس اسلوبه في سنداونز ولا هياخد من فيلر ويطور او يحافظ على اللي كان بيعمله فيلر هي حاجات ما بتبقاش واضحة قوي يمكن هي سلبية بالنسبة للنادي الاهلي انما الناحية التانية هم هيبصولها برضو هيبقى فيه ترقب لان هم برضو مش هيبقوا متوقعين 100% الاهلي هيلعب ازاي فدي ممكن تعتبرها برضو نقطة قوة طبعا ايه التحدي الاكبر نهاردة امام المدل الاهلي التحدي الاكبر في رأيي الشخصي ان الاهلي يسجل هناك يسجل هناك اه يعني الناس كتير بتفكر هل يجب جمهير هل يفتق شوية اه طبعا طبعا لو كانت الجماهير موجودة لو كانت الجماهير موجودة كنت ممكن اقولك ان المطش الاولاني الافضل هي فيه للوداد انما عادم اه طبعا جماهير المغرب قوية جدا ومتحمسة جدا والحقيقة يعني بتدي باور مش طبيعي للفرق بتاعتها فبالتأكيد هيبقى اليوم افضلية لو الجماهير بتاعتهم موجودة في ملعبهم انما طالما ما فيش جماهير فالحظوص متساوية هنا وهناك يعني انت خلاص بتلعب كأنك بتلعب في ملعب محايد فسواء هنا او هناك يا ملعب كويس وارضيته كويسة وكل حاجة وهنا برضو نفس الموضوع لما ما فيش جماهير فخلاص ما فيش عامل يخلي فرقة تتفوق على التانية التفوق هيبقى فيه التسعين دقيقة اللي هيحصل فيه ارض الملعب الوداد فريق قوي مش فريق ولكن برضو الحقيقة هو مش الفريق المرعب للدرجة اللي الناس متصوراه يعني عنده بعد بيقول الاهلي داخل معاه الدوري ودفع لكن هو كمان خسر الدوري الغريم والتقليدي الرجاء ده ممكن شوية يعمل تفتكر فرق بص دا يعني كل الفرقة الكبيرة دايما بتفكر في كل بطولة على حدة يعني واحنا لو فكرنا بالطريقة دي ان هما مع نوياتهم تكون اقل مثلا عشان خسروا الدوري او حينزلوا يغلوا زيادة عشان يحاولوا عوضوا لا هي الموضوع مش كده هو في الاخر انت بتلاعي فريق قوي بغض النظر عن اللي حصل الاسبوع اللي فات ايه او انه خسر بطولة او او هي هو فريق قوي ودبير وعنده مفاتيح لعب كتير مهمة لكن برضو عنده نواقص وعنده مشاكل دفاعية وزيك بالزبط يعني هو حالته تشبه جدا النادي الاهلي عنده مشكلة في خط الدفاع الاربع اللي ورا في الاهلي والاربع اللي ورا في الوداد مش سبتين ودايما بتغيره ودايما فيه اصابات فعنده مشاكل واضحة في المنطقة دي انما تفوقوا في الجانب الهجومي هم عندهم ايه السلاح الابرز النهاردة بلوك النادي الاهلي في موقع الوداد للاهلي الاهلي هيبقى على حسب التشكيل احنا لسه طبعا مش عارفين تشكيل وبرضو احنا مش قادرين نعرف موسيماني بيفكر ازاي ودا من ضمن الموضوع مش قادر يحدد بالزبط او مش قادر يحدد بالزبط الاهلي هيلعب بتلاتة في خط النص تلاتة الدفندرات في خط النص ولا هيلعب اربعة اتنين تلاتة واحد بالشكل التقليدي اللي هو لعب بيه المتشاط اللي فاتت انما هو لو لعب اربعة اتنين تلاتة واحد ففيه اسامي عمتا مش هنختلف عليها حتى لو غير من اربعة اتنين تلاتة واحد لأربعة تلاتة اتنين حسين الشحات في الناحية اليمين ده هيبقى عامل مهم جدا وهيبقى فرس الرهون اعتقد يعني في المباراة خصوصا لو لعب بمهاجم اجايي او مروان اللي هم بيعرفوا يتحركوا ينزلوا لتحت اوي ويسحابوا المدافعين وانت بتلعب على المرتدة فهيبقى محتاج لعب فينشر كويس سريع جدا يقدر يدخل في عمق الدفاعات اللي يقدر يقوم بالمهمة دي في اجناحة النادي الاهلي المتوافرة حاليا هو حسين الشحات فحسين الشحات هيبقى عامل مهم جدا على الصعيد الهجوم يعني الناحية التانية لو هيلعب بتلاتة بس قدام فحيبقى اظن يعني بنسبة كبيرة هيبقى افشا واجايي هو المهاجم لما لو هيلعب اربعة اتنين ثلاثة واحد هيبقى حسين الشحات افشا في النص اجايي في الشمال ومروان محسن هو الراس الحربة او المهاجم اللي هيبدأ به اعتقد هيديله افضلية على باجي وده شوفناه في المباريات الاخيرة كمان ومروان فايق وبيسجل في المطشات الاخيرة وماشي كويس اعتقد ان الفريقين كمان بيعانوا من غيابات يعني الاهلي بيعاني من الغيابات انه ايضا وداد ايضا لديهم بعض الاصابات اه طبعا الاهلي عنده مشاكل في خط الدفاع محمود بتولي طبعا اصابة من فترة رمي ربيعة سعد سمير لسه مش موجود فعنده مشاكل في قلب الدفاع مفيش غير قلب الدفاع واحد اصلي يعني مركزه الاصلي اللي هو ياسر ابراهيم حتى ايمن اشرف هو اصلا باكليفت تم توظيفه كمدافع طبعا لعب فيها كتير وتمرس فيها لكن هو برضو الحقيقة مش مركزه الاساسي ده بجانب غياب كهربا اعتقد ان كان الجاز الفني كان عنده امل كبير ان كهربا يكون موجود في المباراة دي بخبراته بمهارته العالية والحقيقة كان هيفرق جدا مع النادي الاهلي انما اصابته اعتقد انه شوية ارباكة حسابات الفرقة الوداد عنده برضو غيابات في قلوب الدفاع ونفس المشكلة بتاعت الاهلي بالزبط مفيش ثبات خالص في الاربعة اللي ورا يمكن هو المدافع نجم الدين هو المدافع الوحيد اللي بيلعب بشكل مستمر ثلاثة اللي حواليه دايما بتغيره الباكرايت بتغير والباكلافت بتغير والقلوب الدفاع التاني بيتغير وساعات بياخد لعب من خط النص يلعبه قلوب الدفاع فهو برضو عنده نفس المشاكل انما هجوميا هم مشاكلهم يمكن ثابت جدا للعيبة اللي بتلعب بالتلاتة بتوحط النص والتلاتة اللي قدام دول ما بيتغيروش يمكن اخر سبع مطشاط هم نفس اللعيبة اخر مباراة بس الشلكة زادي راس الحربة ونزل الناس راس الحربة البديل انما غير كده تشكيله ثابت تماما فيما يخص المنظومة الهجومية اللي هي الحقيقة منظومة قوية جدا طيب عشان كمان يمكن احنا خصصنا الوقت الاكبر لمباراة اليوم وطبعا اللقاء المرتقب لكن الغد ايضا اللقاء اخر مرتقب هو الزا مالك والرجاء ولسه ارينا هون الزا مالك رغم كانه في انتظار فرجان اساسي لكن قيل انه المسحة لكورونا طلعت ايجابية وتم عزله غالبا هنغيب عن اللقاء ما هو خلاص مش موجود في المباراة ما قيل الغد لا هو اكيد دلوقتي خلاص هو مش موجود في المباراة انما هو اكيد برا المباراة خلاص هو مش موجود في المباراة غيابه مؤثر طبعا جدا على الزا مالك خصوصا انه مالوش بديل في المنطقة دي الزا مالك عنده مشاكل في الارتكاز لعيبة الارتكاز عنده عنده نقص فيهم اصلا في السكواد بتاعه طارق حامد وبديله ومحمد حسن بعيد شوية عن مشاركة وعن مستوى فهو طارق مين هيلعب جنب طارق اظن ان هو هيلجأ لأحمد سيد زيزو انسب خيار ان هو يلعب في المركز ده مكان اساسي لعيب قوي جدا بدنيا عالي جدا مهارته كويسة سرعته كويسة وبيعرف يشد الفرق اللي قدام كويسة والحقيقة يكون مبارا صعبة جدا الرجاء فريق قوي ومتوازن صعب التوقع ولا حرك بتركحك لا برضو طبعا صعب التوقع خصوصا انه فريق متوازن جدا يعني هو رقميا لما بنقعد نبص على الارقام بتاعة الاربع فرق متقربة جدا حقيقة متقربة يمكن اقلهم الرجاء بس ده لي سبب يعني هما فرقة متوازنة هما فرقة ما بتندفعش هجوميا قوي ودفاعيا برضو هما مش فرقة متزمتة او ملتزمة دفاعيا هما بلعبوا بشكل متوازن فبالتالي يمكن ارقامهم شوية اقل من الزمالك الزمالك فريق من وقت كارتيرونو حتى مع باتشيكو مفروض ان هما فريق دفاعي لكن ارقامهم الهجومية متفوقة جدا لان الحقيقة الجناحين عندهم رأس الحرب عندهم في الزمالك مصطفى محمد اوناجم زيزو بن شرقي اللعيبة دي لعيبة عندها حلول فردية ومهاريا عليين جدا الاجناح بتاعة الزمالك مهاريا عليين جدا فمدين للزمالك تفوق هجومي كبير لكن الاهم الحقيقة هي المنظومة الدفاعية بتاعة الزمالك تكون في حالتها او في حالة كويسة يمكن فترة كارتيرون الزمالك قدر يحقق بطولات المباراة الوحدة سواء السوبر المصري او السوبر الافريقي لكن شفنا في مواتشات الدوري خسر نقاط كتير جدا لان منظومة الدفاعية ما كانتش بالجودة الكافية فبكرة بتشيكو مفروب ان هو مدرب انا بشوف ان هو افضل حقيقة من كارتيرون على صعيد التنظيم وحتى قربه من اللعيبة وعلاقاته مع لعيبة كويسة جدا فكان عنده الوقت الكافي ان هو يحط بصمته على الاداء الدفاعي للزمالك ده اللي هنشوفه بكرة ان شاء الله ويحققه نتيجة الحقيقة نفسي اروح كمان معاك لمباراة بيرمدز وغينيا كناكري لكن للأسف في الوقت طبعا دهمنا لانه معاد الموجز على اي حال انا بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله قبل مباراة بيرمدز بقى لنا الرقاء ان شاء الله انا بشكرك شكرا جزيلا لنا قدرياضي والكهيب الصحابي الاشتد صابري سراج شكرا جزيلا لك شكرا